لما اروح للماتشب الخاص ببيراميدس والمصري اخد رأيك في اختيار كابتن اهاب جلال كمدير فعل والله بص يا اخي ابت محمد هي قصة مش يعني مش قصة كابتن اهاب جلال هي القصة كلها النهاردة منتخب مصر انت بتعمل الدوري وبتعمل كل المسابقات وبتشجع العباء على الاحتراف كل ده من اجل منتخب مصر فده يمكن اعلى حاجة في المنظومة الرياضية عامة لكن هي القصة كلها النهاردة انت النهاردة هدفك ايه ان ما يجي يجيب مدرب اجل ولا عايز اللي انا بجيب مدرب اه قصير اجل بطولة او تصفيات او 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 يعني انت النهاردة عايز مشروع ولا مش عايز مشروع ادي او النقطة تاني نقطة انت النهاردة تب كروش كان ايه انا بفوجة نظري كنت اتمنى اللي هو يبقى طويل الاجل اه طبعا طبعا ما اقصى كابت انت تتفق تختلف معلش ده راجل انا شايف اللي ادى اللي عليه انا بفوجة نظري ادى اللي عليه مدرب محترم مدرب قبل كده مصعد منتخبات كتير مدرب منظم وخلي بالك ممكن حتى مبرح كنت انا في احد المناسبات يعني فقابلت الكابتن ديها السيد فما اتكلمت معا الراجل وسألت وقال لي لا ده يعني من احسن الناس اللي انا اشتغلت معها يعني خلي بالك ما هو النهاردة فيه مدربين خلاصا ما بتمشي الراجل خلاص راح لبرتغال ونش هيشوفه تاني فمش محتاج قال لي لا وحاجة جامدة جدا في التدريب وشكر فيه جدا 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 نرجع للنقطة اللي انا بقول لك عليها كتن فاروق المشروع المشروع فانت النهاردة انت مش عارف انت عايز ايه ادي اول نقطة تاني نقطة انا ما اجيد مدرب النهاردة مين اللي مش عارف المسؤولين المسؤولين طبعا اتحاد الكرة في الوقت الحالي اقصد اه اتحاد الكرة وخلي بالك مش مش اتحاد الكرة ده بس اتحادات اللي قبل كده انت فلم اصد يعني انت النهاردة اخر مشروع كان ليك كان الكابتن حسن شاعاته والذي نجح المشروع اللي هو ربنا كرمه في بطولة 2006 فبالطبيعة حسن جاء خلي بالك برده يعني بالصدفة بالصدفة بس هي حسبت خلاص مشروع اللي هو إيه خد ثلاثة أفريقيا وربعة دراجل كامل أربع سنين وفاهم منتخب فده يعطيب المشروع أربع سنين انت فاهم قصدي وانزل وانتفل معاك اللي هي إيه اللي هو لو كسب 2006 كان ممكن وحتى ما كانش عاجب الناس قالك إحنا الأداء ومش الأداء في 2006 لو لو تفتكر الكلام لكن إحنا من بعد دي ما كانش مفيش مدرب يمكن كبر سنة ونص سنتين وادكس عالم بعد كده قبلي برادلي قبلي فانت النهاردة ما تفرج على المنتخبات عمتا أو معظم مدرب منتخبات هتلاقي المدرب بيوعد مع المنتخب أربع وخمس سنين لكن هي القصة كلها النهاردة اللي بعض المسؤولين بيعملوا حساب الميديا السوشال ميديا وبيستنوا السوق ورد فعلي للجمهور يعني أنا أنا فوجة نظري اللي ماشي كيروش سيبك بقى من الظروف واللي حصل واللي قال لك الاتفاق واللي الضغط كان في السوشال ميديا جامد على الرأي ما ده أمر واقع دلوقتي ما هو أمر واقع بس أنا النهاردة لو سلم بتعبر عن رأيها حيبو بس أنا لو سلم مع يا كابتن النهاردة لو أنا سلمت دماغي للسوشال ميديا طب أنا بديد ليه أو أنا هبقى قاعد عالكورسي ليه معلش يا كابتن فوق أنا بتكلم بصراحة مع حضرتك يعني الحاجة الثانية النهاردة أما باجي باجي أجيب المدرب أنا النهاردة باجيب المدرب لازم أما باجيبه لازم بيبقى النهاردة عندي أكتر من سيفي مرشحة أولا بتشوف عمر المدرب عمره يعني النهاردة برضو مش هروح أجيب مدرب عنده 80 سنة ما احترامي لا خلاص الكرة برضو عايز المدير فني بيتحرك وبينزل ملعب وبيروح الوحيد اللي انت لو في الكصة دي الأكبر واحد اللي هو المدرب أرجويلا وتفتكروا اللي هو التفريز اللي هو كان بيبشي على العكاز ده فاكرو بالزبط كده فأول حاجة ثاني حاجة الراجل ده طب يعني انت كده فريرا مش مش وقف إنه وجوده في نال الزمالك لا بصد الأندية الأندية غير المنتخبات أنا بفوجة نازل الأندية غير المنتخبات الحاجة الثانية أنت النهاردة أما يجي لي كذا سيفي سيفي آه ده أدريس وأشوف وأعمل انترفيو يعني معلش أنا برضو بدي كل حق أحقه وأنا ما بعرفش يعني أنا ما بطبلش فضلا لكن أنا مثلا قمير مرتضى منصور مثلا في الزمالك لما بيجيب مدرب مثلا أنا شوفت بعيني بيعمل انترفيو مع كذا مدرب وبيشوف إيه الإجابات بتاعته إيه السربيب بتاعته طب الموقف ده لو حصل معاك هتلاقي في النادي الأهلي أكيد بيعملوا كده في كل أندية بيعملوا كده طب ما بقى لك بقى منتخب مصر لم نعملش كده الحاجة الثانية اللي احنا عايزين يعني بسرعة قوي نجيبه فإن انت لسه عندك التصوات لسه مش الوقتي ده في شهر ستة أو ماشي في شهر ستة يعني ده خلاص على قل كنت تاخد أسبوع على قل كنت تاخد أسبوع تدرس السفيهات معين وعايز بقى تجيب الكابتن إهاب الكابتن حسام راجل أجنبي مش أجنبي يبقى عندك وقت على قل وتطلع تشرح للناس تبتكر المعايير اللي تم اختيار الكابتن إهاب جلال بيها إيه يعني السؤال لا تسأل لكن ما حدش جاوب علي هو في الأول والآخر هو كابتن الآن مدرب محترم ومدرب طموح ومدرب بيطور من نفسه بس هو السؤال نفسه الناس كلها يعني انت عارف النهاردة انت النهاردة ممكن تكون في النادي هيبقى عليك ضغوط جمهور مثلا سي 30-40 ألف في الملعب مثلا مثلا لو فأندية كبيرة ومثلا مجلس إدارة لكن هالنهاردة حال هتستحمل ضغط البلد كلها انت فاهم قصدي يعني ضغوط البلد دي كلها والجمهور والشعب الموضوع صعب جدا الحاجة التانية قبل ما الراجل يشتغل أنا برضو مش معه قبل ما الراجل يشتغل الدنيا كانت صعبة قوي تقطيع وتع وتع